ازاكوا شباب اعملين ايه الاغبار? ان شاء الله في الفيديو ده هنحل امتحان موديول الويندوز من شهادة ICDL باللغة العربية. واللي عايز اللي امتحان اا بالانجلش فهيلاقي اللينك مخطوط في الدسكريبشن اا اللي هو الوصف اللي تحت الفيديو على طول. قبل ما نبتدي كده هنحل الامتحان اا عايز اعرفك على كم حاجة مهمة. اا المفروض ان الامتحان الاساسي بتاعك ببعدد الاسئلة فيه ستة وتراتين سؤال. بس التجريب اللي احنا هنحلو دلوقتي ده بيبقى خمسين سؤال. والمفروض ان مودة الامتحان بتبقى خمسة واربعين دقيقة. والوقت بيبقى يظاهرلك في الجزء ده كده فوق على ايدك الشمال. آآ وطبعا الق dai يفضل بيتحسب قدامك كان وانت بتحل الامتحان بتاعك. آآ مفروض انك بعد ما بتحل كل سؤال بتضغط على اللي هي تسليم الاجابة. ولو في سؤال انت مش عارف تحله دلوقتي وعايز تركانه الاخر فممكن تضغط على تخطي. ولو اه في مسلا سؤال انت جاوبته وعايز تعيد الاجابة بتاعتهم من تاني فممكن تضغط على اعادة تعيين. وبرضه تاخد بالك من النقطة مهمة لو قال لك افتح فلدر فلازم قبل ما تفتح الفلدر تروح هنا عند لو ترسل الامتحان بتاع الاي سيديل ده للخلف عشان الفلدر اللي انت هتفتحه يطلع لك هو قدام لانك لو ما دستش على اه الامر ده فلالاسف الفلدر هيفضل مستخبيه ورا الجزء الخاص بالامتحان. ويلا بينا دلوقتي بقى هنبتدي نحل مع بعض امتحان اه ويندوز من شهادة الاي سيديل. السؤال الاول هنا بيقول لك استخدم الاداءة والميزة اللي هي اسمها تعليمات ودعم. اللي هي اوفلاين هيلباند سببورت. وكن بالبحث بداخلها على الازونات او برميشنز. طالما هو عايزك تعمل او عايزك تستخدم هيلباند سببورت. فهتروح على قائم ستارت. ومنها تخش على هيلباند سببورت. وهتبتدي تكتب في السيرش هنا برميشنز. بعد كده نضغط انتر. هنلاقي مجموعة نتائج طالعالي. هو بيقول لي هنا اختار النتيجة المكتوب فيها. ما المقصود بالازونات. فهنضغط عليها. تكملت السائل بيقول لي شوف السطر الاول. تمام من موضوع الازونات ده. بينطبق مع انهي اختيار من الاختيارات الاربعة اللي عندي دول. فاحنا لو ركزنا فهنلاقي ان السطر الاول ده بينطبق مع الاختيار اللي هو الازونات عبارة عن قواعد مرتبطة بالكائنات اللي هو الاختيار ده. تمام الاجابة بتاعتي سليمة بروح ضابط على الاختيار ده ورايح بعد كده عند تسليم الاجابة واضغط عليه. السؤال الثاني هنا بيقول لك ما هي الخطوات الصحيحة لازالة التطبيقات المسبتة على جهاز الحسوب. فالمفروض نختار الاختيار الرابع اللي هو بيقول الذهاب الى البرامج والميزات. ثم القيام بالغاء تثبيت التطبيق المطلوب. اللي هي programs and features. بعد كده بتضغط على تسليم الاجابة. نخش بعد كده على السؤال الثالث. اي من الخيارات التالية يعدي ميزة من ميزات تغزين البيانات على الانترنت. فطبعا الاجابة الاولى امكانية مشاركة البيانات بامان دون الحاجة للدخول الى حسوبك الشخصي من الانترنت. تمام بنختار الاجابة دي بقى كده تسليمي ده. هنا بيقول لك يعد انشاء نسخة احتياطية من البيانات بانتظام وتخزينها على وسيط تخزين خارجي قابل للناقل من الامور الضرورية. لماذا? اه هنا هو بيكلمنا عن البيانات. اه فالاختيار الانسب هو الاختيار الرابع للاحتفاظ بنسخة من الملفات في حال تعرضها لاي فقدان او تلف. هنا بيقول لك اي من الاسمية التالية تعد مسال تدريب جيد على تسمية الملفات والمجلدات. فهيبقى الاختيار الاول اللي هو فوندول تعاون دوت اي سي سي دي بي. ده افضل تسمية لفولدر او فايل. اي مما يالي هو الاجراء الصحيح لتحديد مجلدين غير متجاورين. طبعا احنا مبنيجي نحدد اه ملفين او فولدرين جنب بعض فالانسب ليك انك بتضغط على الكنترول وبتعمل بعد كده على الفايلات اللي انت عايز تحددها. يبقى هنختار الاختيار التاني. فيما يتعلق بالملفات المضغوطة اي من العبارات التالية تعد عبارة خاطئة. طبعا الاختيار الاول لان مكتوب لي فيه يتغير حجم الملفات بعد ضغطها لتصبح اكبر من حجمها الاصلي. لا طبعا احنا بنضغط الملفات عشان حجم الملف يصغر مش عشان يكبر. فيما يتعلق بفيروسات الحاسوب اي العبارات التالية تعد عبارة صحيحة. الاختيار التاني هو ده العبارة الصحيحة فيروس الحاسوب عبارة عن برنامج التخريبي بيهدف لاتلاف ملفات الحاسوب. هو هنا بيقول لك ايه اسم نظام التشغيل بتاع الجهاز اللي انت شغال عليه ده. وبعد كده طلع اسم النظام ده واكتبه في البوكس ده اللي هو سندوه الاجابات. هنروح على قائمة وبعد كده على كمبيوتر ونختار بروبيرتز. هنلاقي هنا ظهر لي اسم نسخة الويندوز او نسخة نزام التشغيل اللي عندي. وهكتب هنا ويندوز. مسافة سيفن مسافة اولتيميت. تمام وبعد كده بسلم الاجابة بتاعتي. في السؤال ده بيقول لك ايه من الايكونز المحطوطة قدامك دي بتفتح الالة الحاسبة. اتروح عندها وتضغط عليها دابل كليك بس كده وتزيبها مفتوحة. وبعد كده تسليم الاجابة بتاعتك. هنا بيقول لك في الشاشة اللي مفتاحها قدامك دي حدد لي شريط الريبون فين بالزبط. فهو بيكون موجود في المنطقة دي هتضغط عليها بس كليك. وهتروح بعد كده عشان تسليم الاجابة. اي من الرموز اللي قدامك دي اعتبرك هو محرك اقراس الشبكة. هتضغط على ده. هو الرمز ده وبعد كده تسليم الاجابة. هنا هو بيقول لك اه اسحب رمز متصفح الانترنت اللي هو انترنت اكسي بلورر. وحطه تحت خالص على ايدك اليمين بالشكل ده. هنا هو بيقول لك كم بتصغير الشاشة اللي مفتاح قدامك والنافذة اللي مفتاح قدامك هتضغط علي من هنا. هنا هو بيقول لك افتح الملف المضغوط الاسمه دي كورات ومديك المصار بتاعه او المصار اللي انت هتمشي عليه عشان تلاقي الملف ده. بيقول لك خش في الدوكيمونتس. لتماس. خرب فاخرة. اقتراحات. وهتلاقي جوه اقتراحات دي كورات. تمام. افتحه وبعد كده اعمل اه المجلد ده اعمل له استخراج داخل الفولدر اللي اسمه مراجعة. ومديك برضو المصار بتاعه او دوكيمونتس. لاتماس. خرف في اخيرة. مراجعة. ترى ما قال لك افتح فانت هتضغط على فتح من هنا. ده ما انت شايفين معايه هو مفروض مديلك اه البرنامج فتحه لك هنا البرنامج اللي انت بتضغط بيه هتفك بالضغط. بمجرد ما هنضغط على فتح هتتفتح لانا النافذة دي. هتروح بقى هتمشي على المصار اللي هو كاتبه لك. او مفروض ان هو موجود في الاخر خالص جوا فولدر اسمه اقتراحات. هنخش على دوكيمونتس. لاتماس. خرف اخيرة. اقتراحات. اهو الملف. نعمل سليكت عليها ونحدده. وبعد كده open. من تحت هنا. زي ما انتم ملاحظين معايا الملف اتفتح لي هنا. وبعد كده هو بيقول لي اعمل له استخراج. يبقى هضغط على استخراج من هنا. هو بيقول لي استخراج لكل الملفات. فهتعلم على كل الملفات. وبعد كده هتبتدي تشوف عايز الاستخراج ده يبقى فين بالزبط. هتمشي على المسار اللي هو كاتبه لك. هو هنا كاتب لك. آآ دوكيمونتس لاتماس غرف اخيرة مراجعة. فهنتدور هنمشي على المسار لحد ما نوصل عند الفولدر اللي هو اسمه مراجعة. وبعد كده هتضغط على موافق من هنا. بعد كده اوكي. سلم الاجابة عشان نخش للسؤال اللي بعد كده. هنا بيقول لك باستخدام تطبيق لاتماس. انشئ ملف جديد. فانا ما هننشئ ملف مضغوط جديد فهنضغط هنا على جديد. وميديك المسار بتاع الملف اللي انت هتنشئه. وبيقول لك المفروض يكون دوكيمونتس لاتماس اعمال تجديدات. في الاخر بفولدر اللي اسمه غرف. وبيقول لك احفظه باسم سيانة. احنا فتحنا فتحنا هنا عند جديد. وهنبتدي نمشي على المسار اللي هو قلنا عليه. وقال لك اكتب اسم الملف سيانة. هنسمي الملف هنا باسم سيانة. هنا عند الفايل نيم. وبعد كده نضغط اوكي او سيف. طلع لك دلوقتي الصور اللي قال لك عليها. مفروض في تكملة السؤال هنا. زي ما انتم ملاحظين معي الملفين نزلولي هنا. هنا بيقول لك باستخدام شاشة تفاعلية ادناه قم بتعيين طبعة جديدة تكون هي الطبعة الافتراضية. فالمفروض اول فتح لك تحت الفولدر ده. هتضغط على الاجهزة والطبعات. وبعد كده هتروح على الطبعة اسمها طبعة جديدة. تمام وتقول له تعيين كطبعة افتراضية. رايت كلك. بعد كده تعيين كطبعة افتراضية. هنا بيقول لك باستخدام الشاشة التفاعلية ادناه قم بإلغاء جميع مهام الطبعة الخاصة بطبعة المكتب اتنين. هتروح على الاجهزة والطابعات. وبعد كده هتروح على الطبعة اللي هي اسمها طبعة المكتب اتنين. ورايت كلك عليها. وبعد كده هتضغط على عرض ما يتم طبعاته. هيتطلع لك النفذة دي واللي مفروض بيبقى مكتوب فيها الملفات اللي هي مفروض بطبعة. تضغط على الملف. بعد كده تخش على مستند. وبعد كده تضغط على الغاء الامر. تمام كده. وبعد كده تروح تسلم الاجابة بتاعتك. هنا بيقول لكم بعمل توسيع للمجلدات في النفذة المعروضة امامك. واللي عندها او اسم المجلد ده اسمه هو ده اللي انت عايز تعمله توسيع. هتروح هنا وتضغط على علامة الزائد هيعمل توسيع المجلد ده. في السؤال ده بيقول لك انتقل الى المستند المفتوح اللي هو اسمه رسالة ترحيب. واكتب بداخله مرحبا مرحبا بك. لو تاخد بالك معي ان المستند اللي مفتوح او المستند اللي انت واقف عليه حالين هو اسمه مطبوعات. فانت مفروض هتروح على المستند اللي اسمه رسالة ترحيب. هتبص عليه من تحت كده. هتلاقوه من تحت هنا هتضغطه عليه. عشان هو ده اللي يتنشط لي عشان ده اللي اكتب فيه. مرحبا بك. نضغط عليه هنا. وابتدي اكتب مرحبا بك هنا مسلا. هنا بيقول لك استخدم ميزة طباعة الشاشة اللي هي اللي هو زرار اللي موجود في الكيبورد. وكن بالتقاط صورة للشاشة المعروضة امامك والسقعة في المجلد او في المستند المفتوح اللي هو اسمه مطبوعات. هناخد هنضغط على من الكيبورد. وبعد كده نروح نضغط على من ملف اللي مفتوح. وبعد كده تسلم الاجابة. هنا بيقول لك افتح المجلد اللي اسمه التسويق اللي هو موجود داخل 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 فولدر اللي اسمه وكن بانشاء اختصار اللي هو على سطح المكتب للملف المعنون باسمه تقرير المبيعات. هنيجي هنبص هنا. هو اساسا نواف على الفولدر اللي اسمه التسويق. ابتدي ادور بس على الملف اللي اسمه تقرير المبيعات. هضغط عليه عشان احدده بعد كده وهروح بعد كده على واختار تمام? وبعد كده اسلم الاجابة. هنا بيقول لك روح للمجلد اللي اسمه التسويق اللي هو داخل فولدر اللي اسمه اللي داخل الفولدر اللي اسمه اللي اسمه وبيقول لك استخدم خاصية البحس ودور على الكلمات اللي بتبتدي بيه اللي بتبتدي بحرف التق. قد تبتدي تخش دلوقتي على الفولدر. مفروض ندور على بعد كده التسويق. وابتدي اعمل سرش هنا على الكلمات اللي بتبتدي بحرف التق. اروح هنا كده عند السرش بوكس. وابتدي اكتب حرف التق. تمام? تعالوا نقدم مع بعض بقى كم كلمة. اما كلهم ست كلمات. فهنيجي هنا عندي سندول الاجابات ونكتب رقم ستة. وانسلم الاجابة بتاعتنا. هنا بيقول لك افتح المجلد اللي اسمه التسويق اللي هو جوه لاتمس. وغير طريقة عرض المجلد ده بحيس يعرض لك الاسم والحجم ونوع الملفات. طبعا هنا هو قصده انك تعرض التفاصيل اللي هو الديتيلز. هتروح على تغيير طريقة العرض من هنا. وتختار تفاصيل. هتلاحزوا معاين بالفعل زهار دي التاريخ ونوع الملف ده ايه وحجم الملف. بقية السؤال بقى هنا بيقول لك اه اطلع لي الملف اللي هو بعنوان شعار او اسمه شعار. اه شوف لي ده حجمه ادي ايه بالزبط. وكتب لي الحجم بتاعه في صندوق الاجابة. هنروح على شعار. وكامل بتاعه تمانية فهنكتب تمانية وبعد كده نسلم الاجابة بتاعتنا. هنا بيقول لك في المجلد اللي اسمه التسويق. قم بحزف الملف المعانون باسم تعديلات. فاحنا كده كده تلاقيه هو واقف عند المجلد اللي اسمه تسويق. تمام من فوق هنا. وهندور على الملف اللي باسم تعديلات. ورائد كليك عليه. وبعد كده حزف او ديليت. في السؤال ده بيقول لك في المجلد مرسلات اللي هو يعتبر هو موقفك عنده. بيقول لك اعد تسمية الملف المعانون باسم رامز ليصبح اسم الملف لقطات. انا هو عايزك تعمل رينام. فتروح توقف على الملف اللي هو اسمه رامز. رائد كليك عليه. بعد كده تروح ضغط على رينام وتبتدي تكتب اسم الملف الجديد اللي هو لقطات. في السؤال ده بيقول لك روح للمجلد اللي اسمه الاقود. وافرز الملفات الموجودة وهنا عايزنا نعمل صورت. وبيقول لك اعمل صورت ده. الصورت ده تنازليا يعني descending بحسب اسم الملف. وبعد كده بيقول لك طلع لي اسم اول ملف. فهيزهر لك بعد ما تعمل الصورت وكتب اسمه في سندوق اللي جابة. طيب عشان نفتح الاول الفولدر اللي اسمه الاقود فانت محتاج تطلع فوق هنا وتقول له رسال الى الخلف عشان الفولدر يزهر لنا. وبعد كده هتيجي تخش على الفولدر بتاع العقود. هو بيقول لك انا هو عايز يعمل فرز تنازلي. فالمفروض انك هتيجي تعمل رايت كلاك. باي حتة فاضية هنا. وتقول له بعد كده صورت باي. على حسب النام. وبعد كده تختار descending. تعالوا نشوف بقى مع بعض اول ملف ايه عندنا. او اسم اول ملف. اول ملف هنا هو معروضات فانا مفروض اروح نسندول الاجابة واكتب معروضات. في السؤال ده بيقول لك في المجلد مطاعم قم بانشاء مجلد فرع جديد باسم عنوين او اعز نعمل نيو فولدر فهنخش على المجلد الاسمه مطاعم من المساري اللي هو كتبهولي اللي هو documents litmus بعد كده مطاعم. زي ما انتو شايفين معايا راية click new folder او من new folder من فوقه هنا. ونسميه بالاسم اللي علينا عليه عنوين. وبعد كده بتسلم الاجابة بتاعتك. في السؤال ده بيقول لك في المجلد اللي هو اسمه litmus. استخدم ميزة البحث. يعني اعمل search. على الملف اللي هو اسمه مرافق. وبعد كده اعرف لي الملف اللي اسمه مرافق ده ده موقعه فين بالزبط. يعني موجود فاني يفولدر بالزبط على الجهاز عندك. هروح على litmus. وهعمل search بعد كده على مرافق. من السيرش بوكس اللي عندي. اوه ده الملف الوحيد اللي زهر لي. فعشان اعرف موقعه وفين بالزبط. فهضغط على right click على الملف ده. وبعد كده نضغط على open file location. بعد كده هلاحظ ان هو ظهر لي من فوق هنا اللوكيشن بتاعه فين بالزبط. فاني فولدر. مكتوب لي هنا التسويق. تمام. اروح انا بقى وقت في صندوق الاجابة. التسويق. اوه هنا في السؤال ده بيقولك روح للمجلد اللي اسمه مرسلات. واستخدم ميزة البحث. تمام. ودور على الملفات اللي هي المصار بتاعها والامتداد بتاعها .jpg. وبعد كده عد عدد الملفات اللي هتطلع لك بالامتداد ده. واكتب عددهم في صندوق الاجابات. هنروح هنا عند المجلد المجلد لاسمه لاتمس. وهنخش بعد كده على مراسلات. وهبتدي اعمل سيرش على .jpg على الامتداد ده. مش ظهر لي غير ملف واحد اسمه المراجعة. يبقى اكتب هنا واحد. وسلم الاجابة. هنا بيقولك روح للمجلد اللي اسمه الاقود. ومديك المصار بتاعه. وبيقولك انسخه او انسخ الملف اللي جواه اللي اسمه اقود معدلة. وبعد كده روح لصاقه يعني اعمله باست بعد كده في الملف اللي اسمه الادارة. هنروح دلوقتي على الملف اللي اسمه اقود. وهننسخ الملف ده right click copy. واروح بعد كده على الملف اللي اسمه ادارة اللي هو جواه. لاتمس برضو. بحط الملف بعد كده بعد كده. right click paste. او control v. طبعا الناسخ ctrl c. والأه اللاصج او الباست. control v. السؤال ده بيقولك في المجلد اللي اسمه اعمال التجديدات ومديك المصار بتاعه بيقولك انقل المجلد اللي اسمه صلاة رياضية وانقل هنا معناها قط. تمام او قطع فانت مفروض هتاخد الملف ده قط يعني هتنقله مش هتاخد نسخة منه لا انت هتنقله بالكامل وبيقولك بنفس الوقت في مجلد تاني اسمه مسبح المجلدين دول هتنقلهم وهتحطهم في الفولدر اللي اسمه خصائصهم اديك المصار بتاعه هنروح دلوقتي على الفولدر اللي هو اسمه اعمال التجديدات وهاخد الفولدرين اللي هو كاتبهم لي سؤالات رياضية ومسبح هو قال لي انقلهم يعني كت يعني كنترول اكس واروح بعد كده احطهم في الفولدر اللي اسمه خصائص كنترول في او رايت كلاك وبعد كده باست ونسلم الاجابة بتاعتنا هنا بيقولك في المجلد اللي اسمه لاتمس استخدم خاصية البحث ودور على الملفات اللي حجمها اكبر من 100 كيلو بايت وبعد كده بعد ما تعمل البحث وتظهر لك النتائج بتادي تدور في عدد الملفات دي اديه بالزبط وحط في صندوق الاجابة عدد الملفات اللي اكبر من 100 كيلو بايت هنروح دلوقتي عند الفولدر اللي اسمه لاتمس وهنروح بعد كده عند السيرش وهنكتب اكبر من 100 كيلو بايت هنبتدي نعد الملفات دي دلوقتي والعدادهم كده هيبقى ست ملفات واجي هنا عند صندوق الاجابة واكتب رقم ست انا بيقول لك في المجلد الاسمه لاتمس احذف الملف اللي هو اسمه خدمة الغرف ادي الملف هو اللي عايزني اعمله ديليت رايت كليك عليه وبعد كده اختار ديليت في السؤال ده بيقول لك فيه مجلد الاسمه مرسلات قم بتغيير اسم الملف اللي اسمه اشعار ليصبح للقراءة فقط فانت هنا هتروح على الملف اللي هو اسمه اشعار وهتضغط عليه رايت كليك بروبيرتز وبعد كده تختار او تعمل تشيك مارك على ريد اونلي بعد كده اضغط اوكي انا بيقول لك باستخدام الشاشة التفاعلية ادناها اقوم بتغيير نصك سطح المكتب الى مشاهد انا بيقول لك هو عايز اغير السم بتاع سطح المكتب فاحنا بنضغط على او رايت كليك بعد كده برسونالايز وبعد كده بتبتدي تختار اسم السم اللي هو عايزه منك او اسم النصك اللي هو عايزه منك اللي هو مشاهد ندور عليها هنا بنضغط عليها بعد كده بتسلم الاجابة بتاعتك هنا بيقول لك اي من الخيارات التالية يعد من عناصر الامان المطلوبة لتسجيل الدخول الى نظام الحاسوب طبعا اسم المستخدم وكلمة مرور هنا بيقول لك اي من الطرق التالية هي الطريقة اللي اعتيادية لاعادة تشغيل جهاز الحاسوب فده الاجابة بتاع تطبيق الاختيار الاول Alt Control Delete من لوحة المفاتيح بعد كده نختار لقاف التشغيل ومنها تختار اعادة التشغيل في السؤال ده بيقول لك انهي اجراء اللي انت بتستخدمه لو في برنامج معين شغال ومفيش اي استجابة منه او مهنج مثلا ومهنج لك الجهاز فطبعا انت بتضغط على Alt Control Delete من الكيبورد وبتختار Start Task Manager بعد كده بتضغط على انهاء المهمة او بتضغط على البرنامج بعد كده النهاء المهمة وده معناه انك هتختار الاختيار الرابع في السؤال ده وبيقول لك انت لما تعوز تغير اللغة بتاعة لوحة المفاتيح بتخش فين بالزبط فانت مفروب بتخش على منطقة واللغة عشان تغير اللغة بتاعة لوحة المفاتيح او لغة الكتابة بتاعتك يبقى هنختار الاختيار الرابع في السؤال ده بيقول لك شكل التغتيط اللي انت شايفه ده لأ وهنديلو اسم هنسميه بايه بالزبط او افضل وصف ليه ايه بالزبط فالاختيار الرابع هو واصف له اللي هو تغتيط هيكلة هرمي في السؤال ده بيقول لك اي من ملحقات الحاسوب تمام بنستخدمها اه او اي من الصور اللي انت شايفينها دي بنستخدمها في حفظ الملفات والمجلدات طبعا الهارد ديسك في السؤال ده بيقولك انهي امتداد من الامتدادات اللي هو جايبها لك في الاختيارات دي يعتبر ملحق لملفات الفيديو او يعتبر احد امتدادات ملفات الفيديو فطبعا اول اختيار اللي هو mp4 في السؤال ده بيقول باستعادة الملف عشاب مفيدة من سلة المحزوفات ده المفروض ملف انت شلته او مساحته وموجود لسه في سلة المحزوفات اللي هي فانت المفروض هتروح لها زي ما انت شايفين معايا هي مش باينة عندي هنا في الديسكتوب فانت ممكن تفتح اي فولدر عادي او اي ويندو زي ما انت شايف كده وهتروح بعد كده على الديسكتوب ومن الديسكتوب هتخش على الديسكتوب وبعد كده هتشوف الملف اللي هو عايزك تعمله restore او استعادة write click عليه وتضغط على restore بعد كده في السؤال ده بيقولك اعرض قائمة الملفات المستخدمة مؤخرا recent items على هذا الحاسوب وكن بفتح المستند اللي هو عقا كير واترك المستند مفتوح وهنا بيقولك دول على recent items اللي احنا منجبها من قائمة start هتلاقوها محطوطة فوق هنقف كده عندها بس من غير ما تضغط عليها وهتلاق القائمة بالملفات اللي انت كنت فتحها حديثا تدور على عقا كير وتضغط عليها بعد كده الملف هيتفتح معاك بعد كده تسلم الاجابة بتاعتك في السؤال ده بيقولك اعمل لي فحص للمجلدات او للمجلد اسمه الاتمس فهتروح على فحص المجلد من هنا او فحص المجلدات تمام من هنا وبعد كده هتروح على الفولدر اسمه الاتمس اللي هو ايه لك هو ده اللي انت تفحصه وبعد كده اوكي وبعد كده افحص الان تم فحص المجلد بنجاح اوكي تسلم اجابتك بعد كده في السؤال ده بيقولك ليه من الضروري انك تعمل تحديث او update للبرامج مكافحة الفيروسات اللي هي الانتي فيروس بشكل دوري وبانتظام طبعا هو الاختيار الاول عشان يكون لديه القدرة على اكتشاف الفيروسات الجديدة اي مما ياله الاجراء الصحيح لاضافة طبعه جديدة الى جهاز الحاسوب طبعا الاختيار الاولاني ذهاب الى اللوحة التحكم والضغط على رمز الاجهزة والطابعات ثم اضغط على اضافة طبعه هنا بيقولك اطبع نسخة واحدة من الملف النصي المفتوح اللي هو تعليمات همه هتروح على ملف وبعد كده تقوله طبعه هيتبع الملف تسلم اجابتك بعد كده اي من الاجراءات التالية هو الاجراء الصحيح لعرض ما يتم طبعاته حاليا في جهاز الحاسوب فطبعا الاختيار الاخير اللي هو الذهاب الى الاجهزة والطبعات واختيار الطبعه ثم الضغط على الخيار عرض ما يتم طبعاته بكده احنا خلصنا امتحان موديول الويندوز من شهادسة ICDL باللغة العربية تنسوش بالله وعجبكم الفيديو لايك شير سابسكرايب في القناة